اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إليه وأصحابي أجمعين سيكون عاملين إيه؟ يارب كده تكونوا في خير وسعيدة نقول بسم الله، أنا النهاردة هعمل أكل سهلة جدا سريعة مش بديخوا بجلد وقت فأقل من نص ساعة تكون خلاصة وقبة الغداء هنا الأول هحمله على الغداء أو على العشاء زي ما أنتو حبيين بس هي ما تاخدش وقت خالص هنا أنا حطيت الأول زيت ودي صدور فراح مت قطع شرايح بالتون أهم حاجة الأول قبل ما أستخدم الفراح لازم الأول تتغسل إنقوها في مياه ومالح ولمون لمدة ربع ساعة وبعد كده خلاص تبدأوا تستخدموها الفراح بقى خلاص لما بدأت تغير لونها فبدأت بعد كده بقى لونها كده أبيض بدأت بعد كده أحط بصلايا دي بصلايا واحدة مبشورة وبعد كده أحط التوابق هي أكدنا بقول لكم بجد سريعة جدا وسهلة وحلوة جدا والطعم المكونات لما ادمجها مع بعضها بتدي في النهاية طعم حلو جدا هحط بأهلاء التوابل جنزبيل بابريكا وهحط ملح وفلفل أسود من كل حاجة من التوابل نصف معلقة صغيرة الملح بقى أنا مش هحدد فيه كمية طبعا عشان تعرفين الملح بيكون على حسب كمية الأكل أنا هكتب لكم المقدير في صندوق الوصف الفراخ تتعمل على النور عليها خلاص هي الفراخ كده خلاص استويت هحط بقى الفلفل ده فلفل ألوان أنا حط من كل حاجة يعني حاجة أقل من من واحد فلفل يعني أقل منه حط عيان حاجات موسيطة حابين تقطروا الفلفل عن كده قطروا هحط بقى هنا بعد كده معلقة صلصة بس الفلفل أهم حيضا حطوه بعد خلاص الفراخ خلاص استويت وأنا بقى بس لقى دلوقتي المقارونة في مية وملح وبحط المية وملح خلاص المقارونة استويت ثلاث تربع سوى بعد كده ببدأ أصفيها حابين تشطف المقارونة اشطفوها مش حابين براحتكم اللي أنا حطيته دا دلوقتي حطيت نصف معلقة من السكر علشان الصلصة بستو عموما أنا بجي أعمل الأكل بحب مدام فيه صلصة أو طماطر لازم بحط نصف معلقة من السكر بتخافوش مش هبان في الأكل خالص بعد كده بقى الفراخ خلاص هي استلقيت بقى خلاص وبعد كده شطفتوها حطولها حوالي معلقتين زيت بحيث ما يكونش المقارونة مسقب بعضهم بس أنا ما حبيتش أوريكم يعني طريقة المقارونة اللي بكل عارف خلاص طريقة المقارونة يعني طريقتها سهلة آآ دي مقارونة نسبة كده اللي انت حده بقى نوع المقارونة هتو حبيه أخطي آآ مقارونة وأصوصة مقارونة أليم أياً كان مقارونة الصغيرة أياً كان بصوت يعني الفلفل مع الفراخ مع المقارونة بيدي طعم حلو جداً جداً هنا بقى خلاص كده الوقبة خلاص كده خلصت بسهلة قوي وسريع مش بديخد وقت خالص يعني انت ممكن من بواقي مقارونة عندك مسلاً ساعد بنصدق مقارونة وبيفيد منها فممكن تروحي بقى انت ايه تروحي مستخدميها بحيث ان حرام من الأكل ده مترميش فمتروح انت مدخليها في أكلة تانية هتبقى يعني أكل صابح أكل انت لست كده عاملين بصتوا أنا جيت قلبت المقارونة مع الفراخ والفلفل فحسيت ان هي محتاجة صلصة تاني فحطيت حوالي نص معلقة من الصلصة يعني انت بقى اللون المقارونة انت بقى بتحددي في الصلصة على حسب بقى ايه شو في معاك لون المقارونة لا ده ليست أبيض حتي نص معلقة تانية ربع معلقة بس كده خلاص الأكل هي خلصت اهيه طعمها حلو جداً زي ما قطركم الفراخ مع المقارونة مع الفلفل بيدي طعم حلو جداً بصتوا أنا عندي ولادي مستحيل يأكلوا فلفل ألوان مش بيأكلش أصلاً صلطة حتى صلطة هم مش بيأكلوها مش بيحبوها فلما دخلت لهم الفلفل طبعاً انت عارفين الفلفل ده طبعاً ليك مقارونة مع الفراخ كلوه فممكن انت مصلاً اورادك مش بيحبوا الحاجه دي لما دخليها جو الأكل هم هيدحك عليهم وهيكلوه فاهميني؟ فى كمان مفيد جداً وحلو جداً بس بستة بجد الوصفة حلوة جداً م جربوها وان شو الله أكاكب oste Future اشتركوا في القناة